يعني برأيك هل تمثل سنجار خلنا نقول بوابة شمالية غربية للعراق لا يعني ما نقدر نقول هالشكل يعني يتمثل طيف واحد هسا اليوم خاليسا عليه السيد صاحب يعني أخوة ما تمثل العرب كلها والكرت كلها والشيعة والسنة أكيد يتمثل الديانة من الأخوة الإيزيدي لذلك هذه الديانة كموقع جغرافي؟ وين أهميتها؟ لا أهميتها أولا هي جزء كبير جدا تمثل من نينو وهذا الجزء إذا ما تم إهماله يعني نينو كلها مهملة لأن هي عين القلادة في نينوات المناسب يعني طيب لذلك يعني إذا أهملت سنجار يعني أهمله الأخوة الإيزيديين أنت اليوم من تقول المكون الإيزيدي أي دولة بالعالم أنتم موجود إذا محافل عالمية وتقول إحنا عندنا مكون إيزيدي وين يتواجد المكون الإيزيدي؟ قطعا يتواجد فيه سنجار إذن هو الإرث التاريخي والإرث الموروث الديني والقوم ما يدقوا القوم الديني أكثر شيء لا الطائفة يعني تكون محصورة فعلا هناك بعض الأقاويل يعني مشكلة مو بنود الاتفاقية المشكلة يعني لا هي في سرعة التنفيذ سرعة التنفيذ بملحق صدر بعد الاتفاق أثناء الفاصل أنا قلت لإستاذ صائب قلت له الاتفاق سينجح في حالة واحدة إذا تم الإسراع بتنفيذ بندين أو ثلاثة فاعلات جدا كأن يكون ملف إعمار جوهري كأن يكون ملف أمني يعني ملف الأمني أعتقد أنه سيتم إنجازة بالمناسبة ذهاب السيد قاسم العرجي ومسشار الأمن القومي قاسم العرجي شوي يحظى بمقبولية أنا على يقين يحظى بمقبولية حتى من أخوتنا الإيزيديين يحبوه كما يحظى بمقبولية السنة والشيعة فلذلك ذهاب إلى هناك هاي ملفين أساسية تحدثت بيها؟ أي قاسم العرجي بذل المهجة في هذا الموضوع ونال الرضا رغم النواقص الموجودة في بنود الاتفاق يعني أكو نواقص جدا هل ملف الإداري برأيك؟ الملف الإداري أولا هي تبقى ويبقى قضاء ويبقى تابع إداريا إلى نينوة لا يمكن أن يخرج عن ربقة وطاعة الجنب الإدارية في نينوة ولا يمكن أن تكون هي خارج الحدود الإدارية ترى سنجار الأخوة الإيزيديين ما يقبلون لا يرتمون بأحضان الكرد ولا يرتمون بأحضان العرب نقطر على السطر هم يردون يكونون نفسهم يردون يوجدون لنفسهم كيانه وكيانهم موجود أنا ما يتقول يوجدون العفون أقول هم يردون الثبات على كيانهم ووجودهم شوى مكون يعني ما يحتاج لا والبعض يريد أن يتكلم نيابة عن السماء ونيابة عنهم أنا رجال عربي مسلم ما ممكن أبحث عن مصلحة الإيزيدي أكثر من الإيزيدي نفسي مهما تكون أهلها مهما ترتفع ما تشوف الطريق يقول لك مصلحة وأنا أعرف بيها نعم هذا وضع طيب